السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بطلبة الصف الثالث الإعدادي مع مراجعة نهائية ليلة الامتحان في قناة فرنسا ومع هممتة هنحل النهاردة امتحانات من كتاب إبراو ياريت نشترك في القناة ونفعل الجرس ونشار الفيديو لصحابنا سؤال في نهاية الفيديو ياريت نكتب إجابته في الكومنتات اديكم الوثيقة هنا على شكل خطاب عرفت من كلمة شير شير يعني عزيزي وأكتب إنهم الاسم اللي أنا حبعت له الخطاب وفي الآخر طنامي رامي اللي هو اسم اللي بعت الخطاب وبيكتب هنا عنوانه والتاريخ هنا شير جان عزيزي جان ورامي هنا من طنطة دي معلومات بيسأل عليها في الكترة نخلي بالنا منها وبيكتب إنه هو 22 22 يعني 22 مارس 2022 كيف حيلك يعني أنا بكتب لك خطابي يعني بشكرك على الدعوة بتاعتك جميلة جميلة يعني أنا سوف أزور باري 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 الشهر القادم بو بو با جميلة مونمو سيليبغا لكي يشاهد الأثار المشهورة سي ري شوارحة سي ماجازين المحلات بتاعتها سي كارتية مودرن للمربعات السكنية الحديثة جي بغي بغي يعني أنا جهست مي بابي يعني الأوراق بتاعتي جي تي جي تيكريغي أنا سوف أكتب لك بور تنفورمي أخبيرك دو دات دو منعيفي دات يعني تاريخ دو منعيفي وصولي بور مطاندر يعني كي تنتظرني على أي رو بورد في المطار كل بروجرام كل بروجرام يعني أي برنامج بري باري تي بوغ فيزتي بغي يعني إيه هو البرنامج اللي انت حتجهزه عشان نزور باريس تونامي رامي صديقك رامي وصيقا رامي يعني رامي بيكتب الخطاب ده دو منين طبعا قلنا بيكتبه من طنطة لأن رامي من طنطة وده قلنا في بداية اللوتر الخطاب رامي سوف يزور باريس يعني السنة القادمة الشهر القادم وطبعا هنا نخلي بالنا هو الموابوشا يعني الشهر القادم غامي أو رامي فاالي أبغي حيروح باريس وده بعل ده مش موجود في الكتعة سؤال طبعا أنا ما بروح باريس بنطق لقرة تانية في الكتار لأ طبعا مستحالة وطبعا لو واحد قال لي طب أنا عارف إن أنا حروح باريس بالطيارة طبعا أنا عارف قال لي هو هتنتظرني في الأيغوبورت أيغوبورت يعني في المطار والمطار يعني طيارة هو صديق للرامي صح هنا خلي بالك فيه يعني ما فيش أثار في باريس ده طبعا كلام ده فو خطأ باريس مليانة أثار سوف ينتظر في المطار ده إبغي صح بولك هنا بورك رامي فيزيتيغا باري يعني لي رامي سوف يزور باريس يعني أنا أشاهد أثارها المشهورة سيغي وقال اللي بعد كده كشك رامي فيزيتيغا باري لماذا أو ماذا رامي سيغي الأثار المشهورة سيغي الشارع بتاعتها سيما جزان المحلات سيكارتي مودرنة سيوق المواقف وبيجي عن طريق الاختياري وده مالوش علاقة بالقطعة أنا مي صديق تيو ديموند بيطلب منك بورك واتي فا الأوبرا انت ليه هتروح الأوبرا على طول أول ما شوف كلمة أوبرا تيو انت اللي هتقول انت اللي هتجاوب فهقول يعني مشاهدة حفلة موسيقية كلمة كونسيغ مرتبطة بكلمة الأوبرا الفيلم لا طبعا مش في الأوبرا وماتش في الأستاذ يعني صديقة كبردين طبعا انت حتقوله مش هتقوله قلب الشرط ولا هتقوله روح البحر هتقوله تي دوا بغتي أنمونتو تي دوا تي دوا بغتي أنمونتو يعني يجب أن تلبس منتو تي دي كري انت بتوصف تونانكل عمك تي دي انت حتقولي بدان بوصف شخص لازم معلومة مهمة فهو الإنسان بوصفه ده مسكولا مذكر ولا فيه منها مؤنسة طبعا عمي ده مسكولا مذكر فبقول هنا إلا عنده عنين سودا ولا إلا هو بيسكن في القاهرة ولا إلا هو عنده أختين الوصف إن أنا بوصف شكله بقول لعيني شكلها إيه هو بلوند مثلا أشعر ولا بغا أمحي بوصف صفات جسمه وليست إن أنا بقول هو سكن فين ولا عنده إيه طبعا أول واحدة يا صح تي دماند أو باندير لبغي ده آن جيب إنت بتطلب أو باندير من البيع السعر دون جيب جيب تي دي حتقول إيه تي أشت سو جيب هل أنت تشتري هذه الجيب ولا كمان سو جيب كيف تكون هذه الجيب ده كمانا وصفة سو جيب سي كومبي على طول سي كومبي بسأل فيها عن السعر كم تتكلف هذه الجيب انت بتعبر سوي يعني عن أمنيتك أو رغبتك فتي دي حتقول إيه جيم لابرا أنا بحب الأوبرا جيم غير أتغي فارماسيا أنا بحب أو أفضل أن أكون صيدلي إليه بيلوت هو طيور لا طبعا أنا بتكلم عن رغبتي أنا أمنيتي أنا بأقول جيم غير أنا بفضل وأحب أن أكون في المستقبل أتغي فارماسيا صيدلي هنا يارا آلزي عندها عينين العينين هنا آآ جامع بلوريال مسكولار مذكر فلازم أخذ لون جامع مذكر لأن الصفة تتبع الموصوف فحونا هنا هنا جامع مؤنس ما تنفعش هنا مفرد مذكر ما تنفعش إلي إلي طالي وسينيما طبعا هنا الكلمة إيه هنا بسي كومبي وسينيما هو زهب للسينيما عشان يحجز الدسكرة طبعا هنا بدام الفيربي في المصدر فمحتاج أخذ كل مصدر عندنا قاعدة صو هنا بربط بيها الجوم اللي بيجي بعدها الفعل في المصدر غير مصرف يعني أنا بحب كثيرا أكتر الممثل طيب عن كلمة أكتر هنا كلمة مسكولار مذكرة ستل الفيمنا مؤنس هذا أو هذي هذي ستل المذكر مبدو بلتر متحرك فباخد صي مي كوزين بنات عمي ج اي أنا بحبهم طبعا لو أنا عايز أستبدل مي كوزين دي جمع مؤنس فبستبدلهم هنا باللي جمع أما مفرد مذكر لمفرد مؤنس هنا عندي جمع أميرة بتدعو عمي صديقتها ألفة إلى الحفلة طبعا هنا عمي كلمة عمي كلمة جمع أخرها الاس أميرة كانها ال فباخد صنصة س هاخد هنا س س طبعا عشان الكلمة هنا جمع وهذه قولي المبدو بلتر ريفويل صن لا دي جمع بلوريال تذهب في الأجازة هقول هنا أكيد أننا هاخد أداة استفهام تناسب الجملة كي يعني من لأ طبعا أنا عندي فاعل في الجملة ويعني أين كماذا أين أنت تذهب في الأجازة كمبيان على طول كمبيان سجيب كم يتكلف خلي بلنا في معلومة مهمة جدا نحن متعلمين الكلمة كمبيان يعني كم للعدد لو جاء بعدها دو لعم أقول هنا كمبيان دو وبيجي بعدها اسم جمع كم للعدد لها استعمال ثاني كمبيان كوت كم يتكلف لو الكلمة بعديها مفرد لها استعمال ثالث كمبيان كوت كلمة كوت هنا بتيجي جمع لو الاسم اللي بعدها جمع طبعا أنا عندي هنا اسم جمع طبعا اللي ناسب في التلاتة أكيد هي ديت الأولى فهاخد كلمة كوت جمع عشان الاسم اللي بعدها جمع اتو 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 مدرس احنا هروح نتنزه على شاطئ البحر. اللي هيناسب هنا. عندي نوع. انا هنا لو زكية دي مش هستعملها دي في الانفنتيف في المصدر. يا اما هنا يا اما هنا. طب هنا في الكنديسينيلا. ما تناسبش خالص لان عندي بريزو مضارع. مضارع بنسبه المستقبل البصيل في تير سامبل. هنا فهياخد نوع بهم نغون. يعني سوف نتنزه. يعني يوجد آآ آآ في المتحف. اقول كسك يعني ماذا? ولا كي يعني من? ولا بورك و لماذا? طيب السؤال ده بنجاوب عليه في الكومنتات. لما بقول هنا. يعني ماذا يوجد في المتحف? اداة الاستفاهم المناسبة من كسك ماذا يوجد? ولا كي من? يوجد في المتحف ولا بورك و لماذا? ننساش اللايك وشير والاشتراك في القناة ونكتب جابة السؤال الاخير في الكومنتات وهارد عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.